ترأى سامة علي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثالثة عشر للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وناقش المجلس خلال جلسته التقرير التكملي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري وذلك بحضور سعادة السيد سامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفي ختام الجلسة اختر المجلس بتقرير وفد شعبة البرلمانية بخصوص التقرير والبيان الختامي الصادران عن الاجتماع الافتراضي الطهراء الأول لليترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين مناقش المجلس التقرير التكملي للجنة شؤون المرأة والطفل بإضافة مادة جديدة مكررا لقانون الحماية من العنف الأسري وهذه المادة تضمن معاقبة من لا يلتزم بالتبليغ إذا جاءت إلى علمه واقعت عنف أسري بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية وبعد المناقشة تم استعراض تقرير اللجنة وتمت المناقشة من قبل السادة أعضاء المجلس وبعد المناقشة قرر المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون ترجمة نانسي قنقر